السلام عليكم حبيباتي اتمنى تكونوا كاملين باخر والاخير انتم ما كنتشوفوا هذا الفيديو هذا بديت لكم الفيديو من عند يوسف من لوازمة الحلويات يوسف باطيس اللي في سوق الحذرة دائما تشاركه معكم كدير اتمنى اللي جدت مناسبة وكذلك تعامل ديالو لزوين بزاف أنا حاولت نشرت لكم بعض الحويجات اللي جاب جدادين كدير هاد الطراب اللي الله جابهم و اتمنى ديالوهم صراحة مناسبين كدير كدير لذلك العطرية لذلك كل ما يتعلق بالصوص تسين ديال الحلويات كدير العطرية اللي دائما لذلك عنده دائما جديدة العطرية ماشي العطرية اللي كان ناخد ديال العطار ولكن العطرية ميكسيكية العطرية لغبرات الفرماج هذك الفيومي دائما حاولوا تدخلوها كدير عطرية تزوينين ولا اجدادين باش كدير كدير وصراحة كي جولدادين هنا كيفما تشوفوا ما شاء الله سوق الحد كان عامر هذي الأسبوع هذا وهذا النهار هذا تبارك الله الناس كل شيء يتقضى وكل شيء يقولي كرامة عدنش وكل شيء قافي ممشيت وكدلقى وعامر هنا تدخلت إلى باب السطر كي يتدار كي يتشرف صافي هنا اطرفت كل حاجة بوحدها انا اتقديت باش ان نضي لحلوات العيد ان شاء الله مهم قولوا لي البنتي اوش بغيتون ان نشارك معكم الحلوات اللي غادي نصوب مهم ان نضي رشي حاجة بسيطة واقتصادية وصافي غير هكذا ان صبيحة العيد او لاجه شي واحد نضي لها شوية في الطبيلة ومعها كويس ايتي راكم عارفين التقاليد المغربية دائما شي حاجة حلوة هكذا في الطبيلة العيد ووقت ما جانتكم شي واحد خاصكم تحطوني لحلوة ايتي مهم هنا حبيبتي سوتوني بثاف على هاد لاماشنا دي دي الفاكيوم اليوم قررت نشارك معكم نشارك معكم الطريقة يعني كيفاش تقدروا تخدموا بيها بالنسبة للسيد اللي اخدتها عنده راني ممكن احط لكم ده بالرقم ديانو في الشاشة بالنسبة للتمادي لها والله ما بقيت عقلة البنات وش تسعين درم مقلة باش كنت اخديتها عنده ولا قل را ارجعوا للفيديو اللي فات اللي كنشاركت معكم كنشاركتها معاكم را فيه المعلومات كذلك ها وراء الرقم خليت وليكم هنا يا ديال السيد وبالنسبة لكل بلاستيكات ديالهم كيعطوكم معها عشرة فابور والرولو هو الوحيد اللي لقيتو عندو كي بيعو لقيت تدرولو في خمسة مترو البنات ما مقطعش تقطعو كيف ممنتو ما بغيتو خمسة مترو اللي فيه بخمسين درم انا اخديت ججر واللويت وقلت نحطو ما كده حيط كان حتاجهم بزاف ممكن استعملو هالمكسرات ممكن استعملو هالمكسرات ممكن استعملو هالمكسرات ممكن استعملو هالمهدا المعجون الطماطم الفواكي كدليك بحدة باليزيبين اغباتي تديروها في الفريقو او للحوم كاملين كيف ما كانوا النوع ديالهم خصوصا للحود اللي كي يخلي لكم الريحة بحلا كده فتلاجة ديالكم بزاف ديالي سيعمالات انا غادي نشاركي معاكم هنا اخديت العطرية الميكسيكية اخديتها كتيرا وبغيت نقسم ساكده لجوج خليت بحد النص اللي غادي نستعملو عمرت هذيك القرعة اللي كان دير فيها العطرية عمرتها ونص الاخور غادي نديرو في هاد البلاستيكات هادو اللي كي تسدو وكيخرجوا لكم الهوية يعني يخرجوا لكم الهوة تماما من هذيك البلاستيكات نحن انتم هادي نجار معاكم تجربة باش تشوفوا كيف اجزة مع طريقة ديالو فرصكم البلاستيكات قسمين بالله واحد لاماشين اللي رائعة وكنت دائما كنت من نشرها وكنت لكم غالين 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 بزاف سوف يتلقيتها عند هاد السيد هادا بوكر را كي دير اتمن اللي جيد مناسبة صراحة كي دير احتب البيع بالجملة وكذلك البيع بالتقصي تاني على حسب انتم ما شنو بغيتو حتى الناس اللي كي بغيوا مثلا ان يعودوا البيع في سلعة اراه كي يجيب لكم الحاجة وانتم ما كد زيدوا التمن اللي حبيتو اللي كين في السوق ديال هذيك الحاجة اللي غادي تاخدوا عنده مويا من الميكا باش من ضيئها غادي نقسمها لاجوج غادي ندير غير حد من هذيك العطرية باش نعود نستعمل ذاك النص تاني كد عاودوا تاني كد سدو من واحد جهة وكد عاودوا تسدو من جهة الخران ثم قطعتها وغادي نخدم بها دابا كنت مني يكون واضح لكم الفيديو بالنسبة لاماشين كي يجو فيها جوج سدادات من جناب وفي هادوك البطونات من الفوق عندما راحنا في الداخل في هاجوج كروشية ديال البلاستيك هذيك 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 تحتمل انهم مباشرة سهلة ما فيها للتحقيدات الأولو غير حيث ان مع التليفون كين في الجنجليل وعنك شني في التصوير وكان بغي اقدم تشد لكم الصورة باش تبليكم مزيان سافيك تصدو عليها بحال هكا كتصدوك سنينات اللي في الجوانيب هانتوما كتصدوهم مزيان بطريقة عادية وصافيك تخدموا لماشين انا مزيان ما شعلت الطوم مزيان ما درش البريز باش يتشعل انا في اللول را كيكون فيها الدخضر البنت وفاش كتتساليو اللي تشعل لكم طول الحمراء سافيك تكون سالات الفوقانية كنشعلو بها والتحدانية كتزيد كتجمع لكم انا كندير غير فوقانية وكنخليها كنضغط عليها شوية من الفوق وكتبدأ تشفت لكم ذاك الهواء فمباشرة من بعد ما كتشعل لكم هذيك الحمرة سافيك تكونو كدين باللي راها راها سماسة ذاك الهواء مزيان مزيان وهذيك اللي مستيد دابا راهي اللي كتتحيي لكم الهواء اللي كي يكون شاد لكم هذيك البلاستيك يعني هارك تنسوها كا بصبعكم سافيك تحييي تشوفوا لي كيفولت قاسحة اعطي الصوت ديالا كي تسمع بحلش انترقي كتدربوا في الطبلات ما كانت الموسيقى حدايا وكنت بغت نخلي لكم الصوت ولكن الموسيقى كانت حدايا مقدرش نخلي لكم ديك المقيطة هنا بالنسبة للحوم حتى هما بنفس الطريقة ممكن حتى بالنسبة للشفط ديال الهواء انتو ما قد تحكموا فيه كيفما بغيتو بغيتو تنشفوهم مزيان كيفما تقدروا تخليهم غير شوية يعني غير كيتشمعوا وكتسد لكم ديك البلاستيكة وصافي بالنسبة للسدان ديالا ديك البلاستيكة راكي تسد مزيان 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 وهذه تساولوني بالنسبة لهذه البلاستيكات وش ممكن تستخدميهم اهل البنات راح بلاستيك غيدائي مخفتو من لتشي حاجة كتعاول تغسلهم بتي ديجابيل كتخليهم ينشفو ضروري ينشفو رأي لا كان فيهم الماء ماتيت ما كانت تجمعش لكم ديك الهواء كامل غير كتسد لكم البلاستيكة من فوق صافي وبالنسبة للبنات اللي غاي سوولوني واش ممكن يديرون البلاستيكات الاخرين العاديين كنقول لكم اللي البنات ما يمكنش حينسى ذوك البلاستيكات الاخرين تقدروا تدير ذوك الغلادين غير غادي تسدهم لكم ولكن باش تشفط لكم حلقة الهواء من نسميته لا ما يمكنش لبنات هانتوما راكات تجمع الصراحة مزيان 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 وحتى ليس باس ما تيبقاش عندكم هكذا كبير في مجمية ديالكم هانا بديت الفطور ديالي وبديت بأول حاجة اللي هي لسالت او للسالطة خاصة تكون دائما برضا راكم عارفين هي والعاصر لكشي لاش بديت بيانا خديت خيزواء خديت واحد الخيارة خديت واحد النجالة تاي كبيرة خديت واحد الباربة وما يم حاجة حاجة من كل حاجة تبارك الله هالطريقة اللي غادي نوريكم كاتخرج لكم كونتي تكتيرا وكاتجيل دي دا جربوها البنات والله العظيم اللي كاتجي بنينا انا اول حاجة اخديت هاد النجال درجو في الارفراير بحلم شوي اولا بحلم قلي درجت شوي دلمليحة وارشيت علي واحد الرشيشة كده ديالززيت النباتية صافي دخلتو الهاتي كقلاية الهوائية عرشي البنات شارها قاسامين بيلة ولد اي حاجة كنديرها فيها وضغيه ضغيه 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 في اخر دقائق ضغيه كطيب لكم الحاجة وبدون زيت بدون تشي حاجة دهني يعني ضغيه بدك الهواء صاخن كطيب لكم اي حاجة بغيتو بالنسبة للبنات اللي غايصونون يا عبداني فين خديتها انا خديتها البنت عندو حسيدة فكازة ولكن ما بقوش عندها حاولوا تقلبوا عليهم هنا في اقادير ولا ايلا كتعرفوش واحد توصي ويجيبها لكم شوفوا الاسم ديالا ويجيبها لكم بالنسبة للتمديها لكن اخديتها ب الف و مية درهم وصدقات اليزوين البلد ما شاء الله بارك الله ما شاء الله الله يحفظ عليها هنا بالنسبة للسلطة انا حكيت كل شي جولين كل شي يعني خطوط هكذا طويلة شوفوا الدنجال كيفاش كيجي يراكي يجي مقرمش بلا زيت بلا دهون بلدتها شي حاجة و الريحة ديالو انا اخديت الفلافيل حتى هما صفراء قطعتها كدرقيقة خبيطة ترقيقين والحمراء والخضرات هي درتها في الارفراير شويتهم صفي هنا ازت شويت يلطون وحطيت كل شي في تلاجة باش يبرد غادي نجوز باش نشارك معكم اللي شوصون اللي غادي نشارك معكم بالعجين السحرية اللي دائما تنشاركها معكم انا درت شويت البصيلة ازت لها واحد الخزوة واحد الكورجيطة بالنسبة للخضر حاولوا تدخلوهم هكذا خصوصا للناس اللي ماتي وليدتهم ما يكلوش لهم بحلاكة الخضر حاولوا تدخلوهم بحلاد الحشوة تراكيجو لدادين ضفت هنا شوية ديال الكفتة درت شوية الملحة شوية البزار و شوية ديال العطرية ميكسيكية سوف اخلتهم تبردوا انا اخذت الصوصة توا دوستو غير شوية ديال الملحة ملحة بشوية ديال الزيت سمحوا لي يا البنات سوف احتضوا توا كيبرد انا بالنسبة للعجين سوف نشارك معكم هذا الشكل دائما كل مرة نشارك معكم هذا الشكل كنتم تنوعوصا في نفس العجين كندير بها بيتزا كندير بها البيرغر تهوالبيتزا يعني اي حاجة بغيتو كنديرو بها لا ضانون ولا بيض ولا تشي حاجة فقط الدقيق والخميرة والسكار ها ديال شاركتها معكم ورجعوا الفيديوهات اللي فاتوا ديال نهار الولد رمضان لا نهار الثاني ده رمضان وقيلة فاشدرتها اشتركتها معكم والله العظيم الى صدقات زوينة ودائما اياف كندير كل اسمالاتي بالنسبة للشكل الثاني تاوا لقد راسي ما صورش الفيديو انا قطعت موت اللاتات بحلا غادي نديرو كرواصة وحطت هاداك هاداك مشات لي اسميتو هاداك اللي طيب في الزيت عقلوا علي صوصيت صافي وويتهم ودرت فوق منهم شوية الخشخاش و هنا بالنسبة للعصير قمت بتحانطهم بلوب وضفت لهم واحد الخيززوة واحد الباربة وضفت المقدار السكار وصفيتهم وضفت السكار شوية الفاني وحطيتهم ابرد هنا بالنسبة للسلطة الليبنات ضفت لها مايوناز بصفر ديال البيض كي يجي لديد وما فيش نيائيين صفر ديال راحة البيض وذك شي وكي يجي صراحة لديد وحتف السلطة كي يكون هكدا مونيش انا خلط كل شي وضفت انا واحد الاقتارة جي لخل جي الحامض وصفي طبيلطي هكدا كان حطيت الممينات في النواخ صراحة كي جي زوينين هادورة كنت شارك جمعكم في النهار الول جي لرمدان بالنسبة للمعلقات كنت خديتهم ذاك العامي لعقلتو واخديت الباك كامل جي للمعلقات فرشيطات والمواس كاملين في الحمر اخديتهم في مارجان بمية درهمس تقول يزوينين هالبنات شوفوا لي المملاحات كيفاش جاوا المسند الرسمي دي الكريفة دائما معي بالنسبة للصالة تزد عليها شوية الفرماج الدهوة محكوك والطون والميس انا شوفوا لي ذاك الخبيزات كيفاش كي يجي وراكي يجو خفافين ولدادين تمنى تجربوهم وتردو علي الخبار كيفاش جاوكم حبيباتي مصخير شبيكم بحل كل مرة كنقول لكم بتنسونيش في ليلايك ديالكم وبرتاج إن شاء الله ونتلقى في فيديو جديد السلام عليكم موسيقى